مطبخ موني مطبخ موني عربي لما بنحطه في المية ما بيدوبش ابدا وبيدينا مية لونها محمر شوية كده فاحنا هنستعمل دلوقتي اللبان الدكر اللي هو شكله معانا بيكون كده يلا بينا بقى نجهز دلوقتي الكريم هنجيب دلوقتي كباية صغيرة وكمان معايا هنا معلقة صغيرة دي معيار معلقة الشاي الصغيرة هنمليها كده بالبان الدكر ونحطها جوه الكباية وهنحط عليها دلوقتي مية مغلية لغاية لما نملك كباية بالشكل ده وبعد ما حطينا المية المغلية هنسيب دلوقتي الكباية دي على اي رف في المطبخ ليلة كاملة او اقل حاجة خالص 12 ساعة لغاية لما لبان الدكر ده يدوب معانا والمية تتحول معانا كده زي الحليب وبعد ما سيبت الكباية دي ليلة كاملة بيكون معانا بالشكل ده بنقلبه كده طبعا هو ما بيدوبش معانا كله بس خلاص احنا اخدنا الخلاصة كلها بتاعة لبان الدكر يلا بينا بقى نجاهز الكريم عندنا دلوقتي طريقتين لاستعمال المية دي اول طريقة ان احنا بنصفيها وبنحط المية دي في علبة في التلاجة ونستعملها بشكل يومي ان احنا نجيب كده قطنة ونبلها بالمية دي او بمنقوع لبان الدكر ده ونمسح به وشنا كويس قوي ونسيب وشنا كده لغاية لما ينشف وبعدين بنخسله بمية دافية ونحط اي كريم مرطب او ممكن نعمل من المية دي كريم يلا بينا بقى نجاهز الكريم بتاع منقوع لبان الدكر هنجيب دلوقتي قصرولة او اي اناء وكمان مصفة صغيرة وهنبدأ ان احنا نصفي المنقوع بتاع لبان الدكر بيكون معانا بالشكل ده والمكون التاني معانا هو النشا هنحط دلوقتي بمعيار المعلقة الصغيرة حوالي معلقة لربع من النشا احنا مش هنقطر النشا قوي علشان عايزين الكريم يكون معانا خفيف وهنقلب دلوقتي النشا مع منقوع لبان الدكر وبعد ما دابت النشا كويس جدا بالشكل ده وهنحط دلوقتي القصرولة على نار متوسطة وهنقلب باستمرار كده لغاية لما الكريم يبدأ ياخد معانا قوام سميك شوية بالشكل اللي شايفينه ده الكريم ده جماعة مفعول وجميل جدا بمجرد ما بنحطه على البشرة النتيجة بتاعته بتبان من اول استخدام بتحس كمان ان وشك صغر او ان انت صغرت في السن لان هو بيدي نضارة وكمان بيدي لمعة للوش جميلة جدا كريم ده جميل جدا يا جماعة للناس اللي بشرتها حساسة وكمان لو حد عنده التهاب في الجلد لبان الدكر ده الكريم بتاعه بيعالج التهاب الجلد وكمان مفيد جدا لكل انواع البشرة دلوقتي بعد ما الخليط اخد معانا قوام سميك بالشكل ده وبدأ ان هو يطلع معانا فققيع كده بنرفعه من على النار ونسيبه ان هو يبرد شوية وبيكون معانا الكريم بالشكل ده هنجيب دلوقتي اي علبة وهنحط فيها الكريم بعد ما سبناه يبرد شوية وكده بيكون جاهز معانا كريم لبان الدكر هقولكو دلوقتي ازاي نستعمله وازاي ان هو مفيد جدا للبشرة بناخد كمية من الكريم وبنوزعها كده طبعا شايفين هو بيدهن معانا كويس جدا بنسيب الكريم كده على وشنا لغاية لما وشنا ينشف خالص وبعد كده بنخسل وشنا بمية دافية وبعدين بنمسح وشنا بفوطة وبعد كده بنحط اي كريم مرطب الكريم ده يا جماعة فايدته جميلة جدا اول حاجة هتحسوا ان بشرتكو بدأت ان هي تلمع وكمان نظر قوي وبدون مبالغة والله العظيم هتحسوا بعد ما تستعملوا الكريم ده بصفة يومية ان انتو صغيرتو في السن ووشكو بقى جميل جدا بيفتح البشرة قوي وكمان بيشيل الهالات السودا وبيعالج كمان التهابات البشرة يعني لو حد عنده التهابات في الجلد ممكن ان هو يستعمل الكريم ده كعلاج ان هو يعالج التهابات الجلد وكمان تأثيره جميل جدا ان هو بيشيل الهالات السودا وبيعالج التجعيد وكمان بيشد البشرة وجميل جدا لان البان الدقر بيستعملوه من زمان اوي في علاج الامراض الجلدية وكمان يا جماعة لو شربنا منقوع البان الدقر بصفة يومية بيعالج مشاكل وامراض كتير جدا في الجسم الكريم اللي احنا عملناه ده دلوقتي بنحطه في التلاجة بيقعد صالح 3 ايام لأسبوع بكتير اوي بعد كده بنعمل كريم تاني يعني ما تعملوش كمية كبيرة هو صلاحيته من 3 ايام لأسبوع مش اكتر من كده ونحتفظ به في التلاجة ونستعمله بصفة يومية جربوه ان شاء الله النتيجة هتبهركم من اول استخدام وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة